مسجل الشاشة وما أدراك مسجل الشاشة مسجل الشاشة وأسرار مسجل الشاشة واليوم في عنا ميزات جديدة تم إضافتها لمسجل الشاشة هنشوفها مع بعضينا وخلينا نعمل لايك ونروح نشوف الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم هياب الصرفاندي من قناة هياب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم بدنا نشوف الأمر في المكان اللي دخلت عليه هذا المحدس تطبيقات النظام دائما أدخل عليه بتلاقي فيه تحديثات جديدة بتنزلها فيه تحديث للملاحظة اليوم في عنا أمور بدنا نشوفها وهو أمر مهم جدا وهو مسجل الشاشة لو نزلنا مركز التحكم أي مركز تحكم هنلاقي فيه مشجل الشاشة لو ضغطت عليه زيك هيفتح معنا مسجل الشاشة لو عملت زيك وما لجيت مسجل الشاشة موجود عندك تضغط على القلم اللي هنا تضغط على القلم اللي هنا. وتضيفه. اذا كان موجود تعمل اضافة زيك. بيتم اضافة وتعمل تم. تمام يا معلم? تمام تمام. اليوم في عنا مسجل الشاشة هنشوف ايش هو. طلحا. فتحنا مسجل الشاشة. يجينا على الترس. دخلنا على اعدادات مسجل الشاشة. في عنا هنا جودة الفيديو. يعني ممكن تخليه. اذا كان الجودة عالية بيكون اه الوضوح اكتر. لكن بياخد مساحة التخزين اكتر. التوجيه عمودي. يعني التوجيه عندك عمودي. طبعا التوجيه بتخليه عمودي. ازا انتك يسجل عمودي. اتسجل افق ازا ما بدك تسجل. اصوات. يعني انت الان بدك تحكي صوتك يطلع من هنا. ولا بدك اصوات النظام بس. احسن ما انت بدك. في ناس بكتير بيقولك ما في صوت ما في صوت. من هذا تعمل مايكروفون بيطلع صوتك. تمام تمام. المعدل. معدل الاطار في هنا تسعين وستين وتمانية واربعين وتلاتين واربع وعشرين وخمستعاش. طبعا هذا المعدل مش موجود عند الكل. اليوم بدنا خليه يظهر المعدل هذا على بعض الموبايلات. المعدل هذا كله. هنشوف الان. هذا الان لو جيت انت لموضوع مسجل الشاشة الموجود معنا. وروحت عملت الغاء تثبيت له. بينزل تاني. بس خلينا الان نشوف التحديس الجديد اللي بدنا ننزله. تمام? هنجيب جهاز تاني عشان نشوف الامر اوضح. هذا الجهاز اللي هو ريدمي نوت 11 برو. الان هيو. على تحديس اربعتاش. اربعتاش فاصل سفر فاصل واحد. على الاصدار الاوروبي. لو وجينا على مسجل الشاشة. نزلنا مركز التحكم. وجينا على مسجل الشاشة. وجينا على الترس. هتلاقي معدل الاطار. قديش هيو. اربعة وعشرين وتلاتين وخمستاش. تمام. طالع معي هنا. هاي زي ما انتم شافين هاي فتحت مدير الملفات. وهي مسجل خمستاش واربعة وعشرين وتلاتين. واجيت على مسجل الشاشة. والان بدي اعمل تحديس. خلينا اعمل تحديس. عشان اول مرة رأس. وهي موافق. وهي تحديس. الان طلعش هيسير معي. هاي عمل تحديس لمسجل الشاشة. خلصنا احنا. عملنا تحديس. صح ولا لا? هيو. الآن بعمل التحديس. نعمل فتح. نجي على الترس. معدل الاطار. اوبا. طلع اشصر معي. كانوا تلاتة. كانوا ازنة تمانية واربعين وتلاتين والمهم خمستاش. اي صار عندي ستين. صار عندي تسلين. وصار عندي ازنة تمانية واربعين. المهم فيه تم اضافة تلاتة جداد. فيه تلاتة جداد هي تم اضافتهم. وين? فهذا الجهاز الريدمي نوت احداش ابرو. او ريدمي نوت احداش اي برو او بوكو اكس فور اي برو. تمام? هذا او هذه الاضافة ممكن ان يتمشح كل الاجهزة ولكن هاي قدامك ظهرت على هذا الجهاز. كل واحد بجرب طبعا على جهازه الان. وبشوف السر هذا ظهر عنده ولا ما ظهر عنده. هذا السر لازم الان تتقنه وتعمله على جهازك. بالنسبة لعملية او لهذا المكان. هذا المكان اللي هو ان لما بسجل بيزهر في هذا المكان. طبعا لو عملت زيك لابدت هنا مسجل. هيظهر هنا مسجل الشاشة ممكن تحطه على الشاشة الرئيسية وتستخدمه مباشرة. طب لو واحد اجع عمل زيك ضغطة طويلة. واجع معلومات التطبيق. واجع هنا عمل الغاء. انا بقدر الغي تسبيته. الغاء التسبيت. الغيت التسبيت. حسنا. الغيت تسبيت التطبيق. ما عاد التطبيق موجود. الان التطبيق مش موجود لا في مركز التحكم ولا في اي مكان تاني. كيف نرجعه? اطلح السري يا معلم. بتيجي على الاعدادات. وبتيجي على التطبيقات. وبتيجي على هنا المكان. الغاء تسبيت تطبيقات النظام. هو من تطبيقات النظام. هتلاقي قاعد لك في المكان هذا. بقول لك. وين يا معلم? هين موجود? اعمل لي تسبيت. بتيجي تعمله تسبيت. الان جاري استعادة العناصر. هيك عملت له تسبيت. وتم الان اصداره في مركز التحكم. ولكن بدك تعمل زيك على القلم. وتيجي تضيفه بس اضافة زيكة. واصبح لديك هيو تزيل الشاشة. كيف معلم? لوز يا معلم. ولكن هيكون بالاصدار القديم اللي هو ما فيه في الفريمات العالية. هتحدثه من صندوق الوصف ومن قناة التليجرام. الرابط التحديث هيكون في قناة التليجرام. وفي صندوق الوصف. بتنزله يا معلم. وبتعمل تحديث. وامورك لوزين اللوز. نلتقي في فيديو جديد يا حبايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش. اللايك اللايك اللايك. سلام.